التربية والتعليم بيوجه رسالة مهمة للطلبة وكمان أهليهم بأنه لازم الاهتمام بعملية الفهم وليس الحفظ ليه؟ لأن الامتحانات لجميع المراحل من خارج الكتاب يعني محدش يهتم بالتلقين ونقرب الطلبة من فهم كل حاجة ندخل على نص كلام الدكتور طارق شوقي قال وزير التربية والتعليم أن أسئلة الامتحانات بجميع المراحل الدراسية لن تكون من الكتاب المدرسي مرة أخرى متابعا نحن نستهدف التأكد من فهم الطالب والفكرة ليست في الأسئلة والدرجات ولكن فهم الطالب للمحتوى وأكد شوقي خلال مدخلة هاتفية ببرنامج ما يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر أن الكتاب المدرسي أصبح أضعف نقطة في منظومة التعليم الجديدة بسبب تعدد وسائل التعليم والمنصات الإلكترونية وأوضح الوزير أن رحلة تطوير التعليم في مصر بتهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل مؤكدا أن نظام التعليم الجديد بيقدم للطلاب المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 وتعليم الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر